السلام عليكم حبيبي اعمل ايه؟ معاكم في قناة ايوم مليك رشاط في الفيديو جديد اليوم سوف نقوم بفوانيس رمضان كل سنة وانتوا طيبين وينعد عليكم الايام بخير معاكم يا جماعة خلطوا بتعمل معاكم الفانوس بتاع رمضان هي شطرة جدا في كل حاجة بتعرف تعملها هي كده يا جماعة تقطع معاكم الكرتونة لاربعة ربعة ونحن نحتاجين في نص الفانوس اربعة وبردو الرز الفانوس اربعة يعني محتاجين حوالي تمانية اتنشر يعني اتنشر حتة من الكرتونة بس احنا لقينا يا جماعة اللي هو الاربعة اللي احنا قطعناهم في النص دول صغيرين فاجبنا اربعة من الكرتونة تانية وكده بقى يا جماعة احنا بنقيس المساحة بتاع الترس الفانوس من فوق هنعملها كده بالمسطرة وبعدين هنقطع الاربعة ارباع على قد بعد يعني هنقطع الاولاني وبعدين هنسطر عليه في الباقي كده يا جماعة هنقطع معاكم الكرتونة ودي فكرة سهلة جدا يعني ممكن كلنا نقدر نعملها بحاجة بسيطة وامكانيات بسيطة جدا يعني ممكن نجيب كرتونتين من اي حد تحت سبور ماركت بجنيه كتير قوي يعني لو حد قلق اممكن تجيبها بجنيه كرتونة بنص جنيه ورق الفوم نحن جايبينه بتاع التنزيم بتاع الفانوس الفرخ الكبير بثمانية ونص اللي مش بيلزا اللي بيلزا قبل 12 جنيه يعني حاجة بسيطة جدا يعني ممكن تفرحوا بيها اولادكم تفرحوا بيها كمان في رمضان وهتبقى جميلة جدا وكده يا جماعة قطعناهم لاربعة رباح اللي هي راس الفانوس وقعدت الفانوس وقطعنا اللي هي بتحط في الفانوس فالنص هنخيطهم بقى يا جماعة عشان تبقى سهلة معنا هنخيط كل اتنين فبعد لحد ما يخلصوا كلهم كمان يا جماعة انتم ممكن تلزقها بالشمح او اي حاجة يعني عندكم بس انا افضل انتم تخيطوها لان انتم لو لزقتوها بالشمح ممكن يعني تتقطع منك او اي حاجة فالخيطة بتبقى احسن هنخيطهم بقى كل اتنين هنخيطة اربعة مع بعض وهنخيط الجزء التاني اللي هو النص اللي اربعة بردو والجزء الاخير اربعة وبعدين نروح مخيطين التلاتة مع بعض كده بقى يا جماعة خيطنا الجزء اللي فوق في الفانوس وده الجزء الوسطاني خيطناه بردو وده القعدة الفانوس بردو خيطناها هنخيط بقى يا جماعة احدة الفانوس مع النص وكله هنخيطه مع بعض لحد ما يبقى فانوس كامل هو شكله جميل جدا على فكرة وحاجة بسيطة وامكانيات بسيطة جدا وكده بقى يا جماعة نخيطنا الفانوس كله مع بعض هنزينه بقى معنا ورق فوم زي ما قلتلك الورق الفرخ الكبير ده بتمانية ونص يعني حاجة مصيتة جدا لو هتجيبه فرخين يعني 17 جنيه يعني حاجة قليلة جدا هنقيس بقى كده يا جماعة القعدة بتاعت الفانوس ونقسم كلهم على الفوم وبعد ما نقسم بقى يا جماعة نقطعهم احنا ممكن نقسم بالمسترة عادي وممكن نحط قعدة الفانوس على الورق الفوم ونقسم عليها كده احنا قصينا التلات ارباع بتاع النصف اللواء الوسطاني كده بقى يا جماعة كده قصينا التلات ارباع اللواء بتاعت الفانوس من النصف انتم ممكن تجيبوا فم مش بيلمع لو عايزين يعني فم مش بيلمع على حسب زوق حضرتكم كده بقى يا جماعة هنقيس بالراس الفانوس من فوق على الورق الفم ده بقى يا جماعة لو مش عايزين تقيسه دايما يعني مش عايزين تقطعه وتقيسه بالمسترة وقيسه اللواء والعرض وبعدين حدده على حتة تانية من الورق الفون كده حد ما تجمعوا الاربعة ارباع بتاع الفانوس اللي هي الرأس بتاعته بعدين بقى كده يا جماعة هنقصها ودي اعداد الفانوس يا جماعة كده برده عملناها وقصناها اشتركوا في القناة نحن اضع كده بقى كده بقى كده نسطر عليها يعني نطع حطها ونسطر على البقية الاربعة او بمسترة ونقيس او ده اللي فضر يعني اللي انتو شايفينه سهل اللي عملوه كده بقى يا جماعة انا قصنا الاتنين سوف نكملهم ثلاثة واحدة لم أقلت معكم الفيديو قليلا ولكن كنت أريد أن نقوم بعملها في الفانوس نحن نخلص هؤلاء الفانوس و هؤلاء الراس و هؤلاء الفانوس نضيفه سوف نضيفه بالشمح و هذا أخرى لا تنسوا أن تقوم بعملها في سبيل اشتركوا في القناة شكرا